اشتركوا في القناة وقدنا أن تكون معنا الأستاذة دلال شيخ طاها مستشار تربوي ومدرب دوري معتمد في التنمية البشرية لتعرف أكثر عن هذه الشخصية أستاذة دلال صباح شر الله بالخير وحياة شر الله ويانا صباح النور اليوم نتكلم نوايد عن أنواع شخصيات أستاذة دلال وطرقنا لها خلال الحلقات السابقة اليوم نركز الموضوع عن الشخصية النرجسية أستاذة دلال ما هي الشخصية النرجسية؟ الشخصية النرجسية هي من الشخصيات المضطربة والشخصيات الصعبة التعامل معها وهي أيضا من الشخصيات النادرة ولكن بما أننا ضمن المجتمع لا نستطيع أن ننطقي الأشخاص الذين يلزمون في التعامل لذلك قد نصادف شخصية مثل هذه الشخصية ونشعر بالارتباك والحرج الشديد من التعامل معها الشخصية النرجسية هي شخصية سلبية بالمطلق هي شخصية مرضية بالمطلق يعني ما فيها شيء إيجابي أبدا؟ لا كل الصفات كل عوامل مقويمات الوجود الذاتي للشخصية موجودة عند هذه الشخصية بالإكستريمز يعني بآخر درجة ونحن بنعرف خير الأمور أوصدها صحيح؟ والميل إلى الطرف سواء كان الإيجابي المطلق أو السلبي المطلق وشيء غير متوازن فهذه الشخصية عندها الأفراط المطلق في كل مفاعل وجود هذه الزات فهي شخصية تحب نفسها ولا ترى في الوجود أجمل منها تحب نفسها إلى درجة التأليه نحن لو عرفنا كيف تسمتها الشخصية ليش سموها النرجسية؟ بنقدر نفهم كل الصفات والعوامل الثانية اللي حنحكيها عن سمات هذه الشخصية أنا سأبتدي بالتعريف لماذا سميت بهذا الاسم بعدين ننطلق لإسمات هذه الشخصية أهلا في قصة أسطورة يونانية هي غير حقيقية ولكن تقال أنه هي سبب تسميت هذه الشخصية بهذا الاسم الأسطورة بتقول أنه في فتاة اسمها إيكو اللي هي الصدى وقعت في حب شاب اسمه فيما سمي بعد نرجس هذا الشاب لم يستجب لها ولم تستطع أن تستميله إلى طرفها فماذا حصل؟ طبعا لما عيش زيت مرضت سقمت ماتت بيقولوا الآلهة اليونانية كعقاب لهذا الشخص حتى ما يوقع في حب امرأة أخرى ويعيش حياة سعيدة عقبته بحب ذاته لما أصيب بحب الذات شاف نفسه صار يطيل النظر إلى شخصه فيوم من القيام بتصور الأسطورة أنه كان قاعد قدام بركة ماء وألقى بنظره إلى بركة الماء رأى على سطح بركة الماء صفحة وجهه فأعجب به أشد الأعجاب صار يزيد الساعات الطويلة بالنهار يقعد بس يتأمل نفسه لحتى مرض بمرض نفسي اسمه التعلق الذاتي التعلق الذاتي هو فرض حب الذات يعني انفتن بذاته وصار عنده زهو وغرور وعجب لأبعد حد صار ما بقى له هم وغم غير يقعد قدامها البحيرة ويتطلع على صفحة وجهه بيوم من القيام هو بساعات الخلوة الطويلة هو عب يحب حاله حب يمسك بهالشخصية هاي مشان يمتلكها لأنه كمان الأنانية عنده مفرطة فبدي يمتلك حتى هالشخصية اللي هي انعكاس لذاته يعني تخيلي قد يكون شخصية مرضية فوقعت بها البركة وغري ومات لما مات بعد وفاته بمحل هالبركة هاي نبتة زهور هالزهور هاي يسموها زهور النرجس على اسم ذلك الشاب ومنذ ذلك الوقت والشخصية النرجسية تأخذ هذا الاسم بناء على هذه الأسطورة طيب ليش الأشخاص يصابون بهذه الشخصية نقدر نقول هذا مرضة يسمى مرضة أستاذ دلال طبعا شخصية مرضية هي شخصية مرضية شخصية مرضية بمرضة يصابون بهذا المرض هو أولا جينات طبيعية تولد مع الإنسان نعم هو مو باختياره هو في عنده جينات طبيعية تخلق معه هالجينات هاي منقدر نلاحظها من مراحل العمر الأولى وهالجينات هاي لما يولد هالولد هات ببيئة فيها السلطة وفيها الصولجان يعني السلطة تتحكم في عندها تحكم فهالأسرة هاي بتعزز إلى حد كبير بتفاقم وتعزيز وتقويت وتنمية هذه السمات الموجودة أصلا جينات طبيعية عنده أما إذا ولد في بيئة تانية لا تملك السلطة ولا تملك الصولجان ولا تملك الحكم فبينما هو بيظله نرجسي ولكن بدرجات أقل هلأ نحن الشخصية النرجسية الشخصية المثالية النرجسية هي لما بتكون فيها كل سمات الشخصية النرجسية بأعلى درجة نعم وتكون بالوراثة السادة دلال وتكون بالوراثة هي مو ضروري الأم والأب بيكونوا نرجسيين ولكن هي نحن منقلة بإمبورن كواليتي شخصية بالولادة هو مولود بطبعه خلينا نقول طبع خلينا نقول طبع ومن هون بعلم النفس بيقولوا الطبع غلب التطبع يعني هذا اللي طبعه هيك نحن مهما حاولنا بوسائل التربية أنه نحذف هالشيء منه ما منقدر نغيره ما منقدر نستبدله ولكن ممكن يعني بحالات نادرة أنه نقدر نحد من طبع هاي السلوكية هالصفات هاي ينقلل شوي من حدتها من درجتها ولكن لا يمكن إلغاءها أبدا أبدا يعني هذا الشخص هو هيك لن يتغير ومرضي مثلما ذكرت أستاذة دلال أن هذه الشخصية تكون شخصية تقريبا نادرة نادرة فهي تميل أكثر لأي الشخصيات الطبيعية الموجودة عندنا هلأ نحن فينا يعني هذا السؤال بإمكاننا نقول أنه هل نحن في عنا بذور نرجسية بداخلنا كناس بشار طبيعيين نعم أنا بقول لك في من صفات هلأ هاي الشخصية النرجسية فيها صفات الوجود للشخصية العادية ولكن هي أخذتها بالإكستريمز نعم نجي نحن للأشخاص الطبيعيين نلاقي مثلا لأخذ لك صفة الأنانية فرضا الأنانية هي موجودة فينا ومنتشرة كتير كتير بين مجتمعاتنا نشوفها يعني من قابلها بكثرة نعم ومن قابلها حتى الأنانية هي درجات في ناس عندهم أنانية مطلقة في عندهم أنانية متوسطة في عندهم أنانية ما بتجرح ولكن بالمطلق هي فيها أنانية فالأنانية هي السمة من صفات الشخصية النرجسية الأنانية منتشرة بين البشر ولكن الأناني ليس بالضرورة يكون نرجسي ولكن النرجسي بالضرورة يكون أنانية وأنانية مطلقة سأعطيكي قصة مثلا نتقرب النوجهات النظر بين إنسان أناني وبين إنسان نرجسي وبين إنسان بالمجتمع مسميه الإنسان الغيري الغيري يعني ليتشارك ويتفاهم ويتصالح مع الآخرين دعونا نحكي قصة ونطبقها على الثلاثة لنقدر نشوف نحن ضمنها الوسط الاجتماعي المحيط فينا وين نحن من نون مجموعة من البشر راحت برحلة في الصحراء نقطعوا فجأة في بيناتهم واحد نرجسي كيف يتصرف هالإنسان النرجسي برأيك؟ أناني أناني بده يستحوذ على كل شيء بيعمله استمرار للحياة في الصحراء وشو هو الشيء اللي بيعطينا الاستمرارية في الحياة في الصحراء هو الماء صحيح الناس في الصحراء لما بتضل بتضيع بده ماء فهو عينه على الماء بده ياخد الماء ويحرمون منه ما عنده ياها مشكلة هو اللي بده يعيش على الماء وهن يموتوا بدون ماء من العطش ما عنده ياها مشكلة هن عم يعملوا أفعال يبحثوا فيها عن الماء مثلا يلاقوا بقر هون يلاقي بقر هون هو ما بيشاركون لأنه هو بيعتبرهم وسائل وأدوات لتحقيق استمراريته في الحياة ولكن إذا لقوا نبع ماء بيروح بيشرب منه أو إذا عنده مثلا النينة فاضية ممكن يعبيها هذا شو دليل؟ هذا بيقولي الأناني بيناتهم لا يهتم بهم لا يساعدهم لا ينظر إليهم بأهمية إلا بوسيلة لاستمرار حياته لخدمته هو يستغلهم حياته فقط حياته فقط ولا يحفل بحياتهم يعني هو ممكن لو خطرت له فكرة تؤدي إلى مقتلهم إلى هلاكهم رح ينفذها وبالتالي بعد ما يهلكوا هنه هو حيهلك بالنتيجة لأنه الوحيد في الصحراء مو متل إذا وحيد إذا مع جماعة نعم بنجي للأناني الأناني شو بديه يعمل؟ الأناني بيشوفهم مثلا عبي دوروا على مصدر مي بيعاونهم ليش؟ لأنه بقول إذا طلع نبع المي أنا بدي أستحوذ عليه أكتر منهم فهو بيهمه حياتهم لأنه بينظر لحياتهم وسيلة لمساعدته على البقاء بنغمس معهم وبيضلوا معهم ما بيبعد عنهم لأنه بدي يشوف هنه شو الآليات اللي عبي يستخدموها حتى هو يعني مثل إزاي يسرقها ينسبها لنفسه ويقدر هو يستفيد منها بالقدر الأكبر إذن هو بيهتم بحياتهم ولكن لأنانيته لمصلحته بيساعدهم ولكن لأنه حاطط عينه على الاستحواذ على ما سيحصلون عليه من أشياء أما بنجي للإنسان النوع الثالث الغيري الغيري رح يشاركهم المهمة بالبحث عن الماء ورح يعتبر أنه لما يطلع الماء هو حق إله وإلهم يتشاركوا فيه مثل ما الحياة حق للجميع هو حيتساعد معهم وحتى حيعطيهم فكرة إيجابية كيف يبحثوا عن الماء أو وين يدوروا عن الماء فحيكون إيجابي يتفاهم معهم يساعدهم ويهتم بحياتهم إذا كنا هنا بيعملوا شيء خطير ممكن يعطيهم هنت يعطيهم ملاحظة أنه هذا بيدمركم لأنه بيعتبر إذا تدمروا هو بديه يتدمر بعدهم لأنه حيصير وحيد وأعزل وهذا بينطبئ على كثير مواقف بحياتنا أنا ضربت هذا المثال لأنه العطش كلنا منحس فيه بالعطش صحيح الصحراء هي فعلا المكان اللي الماء فيه هو أثمن من النهار طيب كيف ممكن أنا كشخص أعرف اللي أمامي ذات شخصية نرجسية هلأ نحن بهذا الموضوع إذا كان آخر سؤال معاكي ولا في سؤال بعدهم لا في سؤال أخرى هذا الموضوع بالذات أنا حبيت أنه نحنا ما فينا نقول نحنا مصابين نرجسيين ليش؟ لأن النرجسي ما بيعرف حاله نرجسي ما بيعرف حاله نرجسي لأنه هو أصلا يا عايشة مو شايف حدا جنبه إلا وسائل وأدوات ليستغلها ويستخدمها لصالح شخصه هو أصلا متعالي جدا عن الآخرين عنده شعور بالفوقية بحيث أنه ينظر إلى الأشياء وكأنها صغيرة جدا أو حقيرة حتى هو عنده استخفاف بالآخرين وعنده استهزاء بآراء الآخرين هو عنده عجرفة عنده غطرسة عنده شيء كيف إذا أنت يوقفي على راس قمة جبل عالي جدا وعم تنظري إلى الأشخاص كيف تشوفيهم؟ مثل الحصان نسي سيدة دلال كيف ممكن أن يتطبع بهذا الطبع كيف ممكن أن يكتسب هذه العادة هو مو اكتساب هو استعداد فطري موجود داخله بيكبر معه كلمة كبيرة هو حب الذات لدرجة أنه سيقتل نفسه ليش انتهت القصة الأسطورية بأنه قتل نفسه كيف قتل نفسه؟ قتل نفسه باحتضان ذاته يعني هو من حبه لذاته قتل نفسه هو صحرم استعبيري ما رح يمسك سكين ويقتل حاله ولكن هو من كتر الممارسات الخاطئة من كتر الممارسات المبالغ فيها مثلا أي شيء بتعمله بكثرة بيضرك الأنانية المطلقة على فكرة هو مثلا إذا قاعد بمجتمع بين ضمن ناس عم بيتحدثوا بيقاطع الحديث إذا ما كان وفق ميوله وآراؤه يقاطع الحديث يقلل من قيمة هذا الحديث وأحيانا بيغالطوا إنه لا هذا الحديث مصح اللي أنا عم أقوله هو الصح فهذا ضمن المجتمع رفضوه ما بقى يحب صحي وجوده مرة تانية غير عن هالشي إذا كان ضمن المجتمع مثلا نقول مثل بيئات العمال في فريق بالعمل حتى هو طبعا صعب يشتغل ضمن فريق نهائي ولكن حتى لو فرضنا إنه مرة أكتيفتي ضمن فريق بده بالنهاية ينسب كل النجاح لإله ولو لا ما نجح الفريق ولو لا الفكرة الفلانية اللي هو قدمها الفريق ما أعرف يشتغل ولو لا النظام المعين اللي عمل يعني الأنانية طاغية على كل شي كل شيء في الحياة ينسبه لإله وكأنه الوجود كله مسخر إله مثال هذه الشخصية لدينا مثال شخصية فرعون فرعون شو قال أنا ربكم الأعلى فعبدون استغفر الله العظيم يعني هو وصل لدرجة حس بنفسه إله لما حس بنفسه إله معناته هو يملك كل ما حوله من الوجود البشر ملك لإله مسخرين لإله الأدوات هي لخدمته هو ما بيعرف حاله النرجسية وبيعرف حاله رب مألح حاله وهو داخل أعيش ضمن هالبوتقة نعم طيب أكيد هذه الشخصية النرجسية سيدة دلال تقود الشخص النرجسي إلى التهلكة شو أنواع التهلكة اللي ممكن أن تقوده هذه الشخصية التهلكة في كل شيء مثلا هو يفرد في حب الظهور يفرد في الأناقة يفرد في أنه يبهر من يراه سواء كان بحديثه أو بأناقته أو بلبسه أو بأعظمته فأنا بدي لك وين بيجي بمصدر التعب هو أنفق المال الكثير على اللبس الفخم أنفق الوقت الكثير قدام المرأة وهو يتزين وطلع من بيته لمجتمع مثلا أو لاجتماع وهو بده يفرض نفسه الأجمل لأنه هو شايف حاله الأجمل يجي قدامك يا عايشة وانتي مشغولة عنه ومعطتي أي اهتمام ولا ألتي له لبسك أنيق ولا ألتي له شو هالجمال ولا ألتي له شو بصير فيه؟ الغضب لأعلى درجة الحقد لأعلى درجة العدوانية لأعلى درجة الكره لأعلى درجة حب الانتقام لأعلى درجة طب لو هالصفات هاي يا عايشة كاننا حطيناها بكيس نايلون ونالو وسكرنا عليه الكيس نفسه ما حيتحمل ونحينفجر فهو حيشيط غضب وحيعمل موقف عدائي ليلفت النظر لإله فهو وين ما حل هو مصيبة هو مصيبة على نفسه يتعب نفسيا الأستاذة دلالي صارع مع ذاته وايد في هذا الموضوع هو من جوه تعبان إلى أقصى حد وعن بيحارب بالآخرين بين وجواته عن بيحارب بالآخرين ليعطوا الأهمية المطلقة إنه هو الأهم بين الموجودين وهو الأكثر جاذبية والأكثر جمال والأكثر أهمية هو بدي يكون على طول التب والباقي دون هو عنده نظرة دونية لكل من حوله فالدونية لما هو بيشعر فيها من الآخرين كأهمال له أو عدم لا مبالاة أو تجاهل يعني أنت مجرد ما تقربي معه بأي حديث أو نقاش بس مجرد تتجاهلي مجرد ما تتجاهليه عايشه هو حيشيت غضب يعني هو إنسان ما بتدري تتعاملي معه نعم وكيف ممكنني أن نعالج هذا الشخص النرجسي؟ هذا علاج ولا ما لعلاج؟ لا هو علاج كعلاج ما في غير أنه يروح على العيادات النفسية يعني هذا علاج بده علاج تخصصي ولكن نحن بنقول نحن كالطب في عنده وسائل استراتيجيات أنا بفضل هاي الوسائل استراتيجيات نقولها بالحلقة القادمة لأنه ممكن ننقذ الأجيال من تنشئة جيل في أفراد نرجسيين ومحضر عليها وسائل وستراتيجيات كثيرة كثيرة ما يخليها لحلقة قادمة ولكن رح أقول أنا كنصيحة مبدئية لأولياء الأمور عايشه نحن كثير بيصير في عنا في المجتمع يعني حفلات اجتماعية بنعزم فيها الأطفال بلا لبيتنا أو لما كان معين فأحيانا بيصادف وأكيد أنت مع أولادك كمثلا تحفلات أعياد الميلاد أو يعني مناسبات معينة نجاح هيك شي بيجي الطفل المدعو معه لعبه كثير بتصير معنا نحن أنه هالأطفال دخلت كل واحد جايب معه لعبتهم مفضلة لأسيما لما يكون بالمراحل العمرية الأولى اللي ما بيجر يطلع بدون لعبته فلما بيجوا بنلاحظ أنه أحيانا هاي المظاهرة كل الأهالي بتشوفها بنلاحظ أنه هالأولاد لما بيجتمعوا بقروب واحد بلتقى واحد فيهم أحيانا بيصير بيبكي بصورة هذا الحادث صارت معنا أكثر من مرة بحفلات معينة أنا حضرتها فأنا أحكي هاي القصة اللي أنا حضرتها الولد كان عب يبكي بكي بالأول بصوت منخفض يزود 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 بعدين غمض دينه سكر دانيه وصار يبكي بشكل هستيري نحن بالأول الأمهات مشغولين مع بعضنا فما كتير عرنا الأهمية أو أنه صرخ طبيعي وصيح طبيعي بس لما زاد الأمر عندهم نعفوا رحنا من خلقةwards لما جدينا الموضوع الولد بيحكي كان في سنة ثلاث سنين تقريبا لين أحب تبكي؟ ما حدا وقدت Jonak علينا الولاد كلهم خافوا ما حدا قدروا ما حدا أقتلوا لي أنت أحبتكي؟ أنا أريد الألعاب الألعاب كل واحد لعبتوا معه كف عبر يلعبوا مع بعض أي لعبة بدك؟ قال لا أنا أريد الألعاب أي لعبة تختاري؟ لا أنا أريد الألعاب طب أنا بدي الألعاب العاب معهم كلنا نحب يلعب بنفس الألعاب لا أنا بدي كل الألعاب هاي نرجسية يعني ظاهرة بديل إنه هذا الطفل هو طفل نرجسي طيب جينا للطرف الثاني شو أنه لأنه طب عطينا لعبتك نعطيهم ياهون وخوض كل ألعابهم نظر لأنه هاي اللعبة إذا بدأت روح منه هو بدأ يخسر وهنا ما بيستاهلوا يلعبوا بالأصل بنظره فقال لا لعبتي إلي طب أنت لعبتك إليك كيف نأخذ ألعاب الأطفال لإليك تعال نتبادل ما فعل يبادلون لعبة واحدة مقابل باقي الألعاب كلياتها طب لما عطينا باقي الألعاب وإننا للأولاد روحوا لعبوا بألعاب عادية بدون الأول اتخيلي بعدما صارت الألعاب معه لأن الألعاب صارت كلها معه فهو عاد ضمن دائرة من الألعاب وعب ينظر الأولاد التانيين الأولاد التانيين أنا بنفسي قلن روحوا وعملوا ألعاب عادية وعطيتهم نوع من الألعاب يلعبوها حزين صار يبكي شو بدك أنا بدي أهن معي طب أنت حرمتهم ألعاب يلعبوا فيها وما عطيتهم لعبتك يلعبوا فيها ليه هو هون بك يرد البكاء التاني المرحلة التانية بك المرحلة التانية لأنه الاهتمام راح منه الأولاد بطل يهتموا فيه وتها تقريبا نقدر نقول أستاذة دلال نوع من العلاج ممكن هون أنا اللي بدي يقوله أنه لما الأولياء الأمور حسن التصرف يشوفوا هاي الظواهر على الأطفال ممكن تتعالج للحد منها نحن ما فينا نلغيها نهائي ولكن ممكن نحد منها بتجارب معينة على الأطفال مثل هل مثلا هذا هي كانت عبارة عن لعبة تشخيص لأنه عندي هالأفكار هاي فكنت أنا عم شخصها الولد هان وفعلا بدل حفل قتلهم هذا الولد ضروري ضروري نلاقيه حال جميل الأستاذ دلال شيخ طاعة مستشار تربوي ومدرب دولي معتمد في التنمية البشرية كل شكر على تواجدت اليوم ويانا وعلى تواجدت الدائم في برنامج صباح شرقي وعلى هذه الفقرات الممتعة وأكيد اللي توصل المعلومة أكيد بسرعة كبيرة من خلال نقدر نقول القصص وغيرها شكرا لك شكرا لكم ورحي مشاهدينا من الشخصية النرجسية إلى فقرة الكيمياء البشرية اليوم بنتعرف من خلالها على أهمية الكيمياء البشرية خلونا نتابع هذه الفقرة وبنرجع لكم لكن بنرجع بعد الفاصل بيكون أم بعد هذا التقرير صباح الخير عليكم ونهاركم سعيد إلى سبيعة اللي فاتت كنت بتكلم معيكم عن الكيمياء البشرية كيمياء العلاقات ما بين البشر والنهاردة جايين عايزين نعرف أهمية الكيمياء البشرية ولفين ممكن ياخدنا علم الكيمياء البشرية هقولكم نفذة سريعة عن شخصية تاريخية مهمة جدا اختراعاته وبتكراته اتهجمت في عصر واتهموه بالكفر واتحارب بسبب كل شيء جديد وغير مألوف كان بيحاول يفكر فيه ولكن في عصرنا دلوقتي اختراعاته أصبحت أشيء أساسي في حياتنا اللي بنكلم عنه هو عباس بن فرناس كان عالم ومخترع في علم الرياضيات والفلك والكيمياء مش بس كده كمان كان شاعر وموسيقي واشتهر ببراعته في عصفه على العود وهنا فيه ملحوظة مهمة جدا أحب قوف عندها لازم الأسرة تنتبه لها ولأن فيه مفهوم خاطئ منتشر في بعض الغيوط وهو عشان عايز يكون طفله يكون أفضل في الدراسة يبهده عن أي ممارسات تانية وأي هوايات ممكن يكون بيحبها زي الموسيقى أو الرياضة أو لعب الرياضة معينة باعتقدهم أنه رح يضيع وقته في شيء غير مفيد ولكن على العكس تماماً الموسيقى وغيرها من الهوايات التانية لها تأثير في انفتاح العقل وتوسيع مدارك الفهم عند الشخص وزي ما احنا شايفين عباس بن فرناس ومختارين كتير جداً بجانب برعيتهم في العلوم كذلك كانوا مبدعين في هواياتهم والأشياء اللي كانوا بيحبوها وأكتر شيء اشتهر بيه عباس بن فرناس وهو محاولته في الطيران راح وصنح جناحين وحاول يتير بيهم زي الطير ويسبب اختراع أي شيء في الدنيا هو محاولة إيجاد حل لمشكلة كان فيه مشكلة في العصر دوت وهو طريقة التنقل من مكان لمكان وكانت نتيجة المشكلة ديت هو الوصول لحل المشكلة ديت وهو اختراع الطيارة وكل الاختراعات الموجودة في حياتنا دلوقتي كان سببها مشكلة ولذلك أنا بشوف أن أي مشكلة في الحياة بشكل إيجابي أنها نقطة انطلاق نحو اكتشاف واختراع جديد وهنا بيجي ردي على سؤال أهمية علم الكنياء البشرية فعلماء الكنياء البشرية بيحولوا إيجاد حلول لمشاكل العلاقات ما بين البشر وبعدها وبعد ليه الشخص ينجزب نحية شخص غيرا عن شخص آخر وليه بيحس بحالة من النفور نحية أشخاص تانية وليه أوقات بيحس بحالة الحب وفجأة يتحول الحب ده لنوع من البرود أو يخف الحب كل الأسئلة والاستفسارات دي بيحاول علماء الكيمياء البشرية أنهم يعرفوا أسبابها والوصول لحل المشكلة ديها وتوصل فعلاً للعلماء أن المشاعر وكيمياء الحب هي ناتج عن إفرازات وهرمونات محددة داخل جسم الإنسان بتأدي إلى إنجزاب الأفراد لبعضها البعض ولكن بعد فترة نسمع أنه مثلاً أنه أحد الطرفين أنه الحب ما عادش زي الأول وأصبحت فيه مشكلة ما بينهم وهو دوت اللي منحاول نوصل لحل لمشكلة العلاقات ما بين البشر وإيجاد المسببات الرئيسية في زيادة الحب ونقص الحب وقدر يوصل علماء الكيمياء البشرية لمعرفة كيفية عمل الدماغ ومعرفة أنواع الهرمونات اللي بتسبب الحالة المزاجية وحالة الحب أو حتى حالة السعادة اللي بيحس بيها الإنسان ونقص الهرمونات دي في الجسم هو اللي بيأدي إلى نقص الحب ونقص المشاعر والتحول في الحالة المزاجية يعني الإنسان اللي في حالة الحب بيكون تحت سيطرة ثلاث مواد كيميائية وهي هرمون الدوبامين وهو اللي بيخلي الإنسان في حالة من السعادة وأكتر نشاطة وهرمون السيترونين وهو اللي بيخلي الإنسان مجنون وفي حالة نشطة لعمل فعل لعمل أي فعل متهور وهرمون الأدرنالين وهو الهرمون المسؤول عن سرعة دقات القلب وحالة العرق الشديد اللي بيحس به الحبيب لما بيكون بجانب حبيبه وكذلك يخلي الإنسان أكثر انتباها وتركيزا وقتنا خلص النهاردة ولكن استنوني للحالة الجاية هنعرف سوى إزاي ممكن المواد الكيميائية نقصها أو زيادتها تحل المشكلة أو توجد مشكلة وهل ممكن يتوفر في إيدينا بكرة دواء وعلاج لمشاكل الحب في العلاقات الزوجية؟ أشوفكم الأسبوع الجاي شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة